توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 24-25 مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى أوضح صندوق الدقدة الدولية أن نمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل والإسكان والخدمات الأساسية بهدف تطوير البنية التحتية وتوفير وظائف جديدة والتعزيز لاستثمار ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى والتي ساهمت في ازدهار قطاع البناء والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة وما يخلق تأثيرا مضاعفا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام كما يرى الصندوق أن قطاع الطاقة بجانب مشاريع البنية التحتية سيكونان محورين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو وأكد الصندوق أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام وتعزيز جمع الإيرادات وتقليص النفقات غير الضرورية كما قمت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة البالية المستدامة وأشهد صندوق النقد بهذه الإجراءات مؤكدا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة